بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي في الله تنطلب الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير وتنقول الناس اللي تشاهدوا القناة كلهم عواش لكم بركة وكل عام انتم بخير نتمنى لكم الصحة والعفية نتمنى لكم الخير والبركة نتمنى ربي يحفظكم وبعد منكم شر الوباء وشر أشرار وشر السحر أو أي حاجة اللي تدركم يا ربي أمين أول حاجة اليوم ما وصفتنا دي اليوم هي بالملحاء فقط والماء المقري غادي ندروها ليلة 27 الناس اللي عندهم أسحار أو الناس اللي تخافوه من الأسحار قاعد جوج غادي نفوس خو نفوسنا بهذا الملحاء الملحاء اللي غادي ناخد واحدة كمية دي الي الملحاء ناخد باكية الملحاء ونفوس خولديه كاملين ونديرها في الزواية المنزل كاملة ولكن غادي نحط قليل منها في المقلات ونحط أبناء دي الي كاملين نحط الأشخاص كاملين نحط الوليداتي كاملين إما بالأسباق ديالهم وإما بالصور ديالهم. آآ إما بالأسباء ديالهم وإما بآآ الصور ديالهم. الناس اللي عندهم سحر الصور. الناس اللي سحر اللي هم في الصور والناس اللي عندهم عندهم تمشاكل في الوجه ديالهم. بحال عندهم بقاع سوداء أو عندهم عندهم أي حاجة في وجههم. أو تحسوا بأنهم شي واحد خدالهم الصور ديالهم ودال اللي هم السحر فيه هاد السحر غادي تبطل ان شاء الله اللي درتي هاد الوصفة هاد الوصفة سهلة ومهلة رفحت حاجة ولكن تيبقى عندك اليقين وتيبقى عندك تيقشك في النفس ديالك وفي قراءة الله اللي غادي تحطيها قراءة القرآن الملحة ديالله والما ديالله واليقين ديالك اللي خاصتك تحطيه معاك بينك وبين نفسك باش تنجح معك هاد الوصفة اول حاجة غادي ناخد الصور ديالولادي كاملين غادي نبيتهم نهار نهار خمسة وعشرين نهار خمسة وعشرين نبيتهم في الملحة يبقوا في الملحة بحلقة في الصور صور ديالولادي نديرهم في الملحة يباتوا في الملحة الوجه ديالهم يكون على الملحة هنا يعني غادي نحط الصور ديالولادي كاملين حالة بدهم الصور وغادي نحط الصور ذي الولادي كاملين وغادي نقرأ لهم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين 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 غادي نقرأ على الملحى وعلى الصور على الملحى وعلى الصور سنقرأ على الماء الفاتحة الكتاب سبعة المرات فاتحة الكتاب سنقرأها سبعة المرات سنقرأ آية الكرسي سبعة المرات سنضع هذه المقلات سنضعها على النار سنضع هذه المرحة حتى تصير لونها بني تتخل مزيان وانا تنقلب تنقلب هذه المرحة بغرفة خشب او معلقة خشب وانا تنقرأ هذه الرقية ديال ابطال السحر قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلحوا عمال المفسدين يمتغلين نحط هذه المرحة نحطها ليلة سبعة وعشرين بيتا خمسة وعشرين خمسة وعشرين سنضعها في الليل اذا خمسة وعشرين ستبقى فيها الملحة والصور لابطال السحر بعدما قرأت عليها قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلحوا عمال المفسدين اتقرأي كل واحد اتقرأي على الصورة دياله او تقرأي على الملحة اتقرأيها سبعة المرات الصور ديالاشخاص تنتيها تزوج ديالك تولادك تكل شيء وغادي نحطها نهار سبعة وعشرين نهار ليلة سبعة وعشرين ليلة سبعة وعشرين هي سبعة وعشرين نحرك 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 وانا تنقرأ هاد القراءة قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله بمغر فاتح خشب معلقة خشب ناخد هاد الماء اللي قرأت عليه سبعة المرات الفاتحة وقرأت عليه سبعة المرات اي الكرسي غادي تسخل الملحة زيان الصور تهمة وخي تحقوا الصور معليش انك تتبطلي لولادك تتبطلي لولادك الصور خاصهم اما تاخد نسخ ديري فوتوكوبي نسخ واما صور صغيرين ديال الكارت ناسيونال اللي غادي تفسقي تبطلي لاشخاص اللي بغيت يوم يبطلوا السحر لان الصور احنا تنحرقوهم في الفسخ لان الفسخ انه خاصك تفسقي الصورة باش تعطيك تحيد السحر وغادي ان شاء الله من تحمى هاد 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 الملحة غادي تحمى مزيان غادي تحمى وتعطيه مفعولها تولي لونها بني والصور وسطهم وانتي تتقراي قال موسى ما جئتم بثحر ان الله سيبطلوا ان الله لا يصلحوا عملاء المفسدين من وصل المفسدين ادلون ادلون بقول المفسدين 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 ونقولك على الأمنيات ديالي ونبطلع لأولادي بلما نزيد واحد بواحد أنه يتفوسخ وكيلي ما عاشي عليه البخور كيلي ما عاشي عليه تباخر كيلي ما بغيش يتبخر واخا قالت في الدار يقولك ما بغيتش واخا هو عارف راسه المسحور يقولك لا هات شي ما عاجبنيش عدنا احنا في الدار أو عدنا في المنزل ما تبغيش يتبخروا يقولك لا ما عدنا من ديروا هات شي لأنه هو ما تبغيش هذا الشي ولكن تي الحي لاحس الملعار أنك تبطل لأبنائك بلا ما يعرفوك تبطل لبنتك معسرة على الزواج ومطيحين على عدامها ومكرب صحتها مقارية موالو وباركة في الدار وتتشوف فيها الندامة تتشوف فيها بأنها خاصة تبطل ما الأحسن تبطل لأولادك السحر ولا أنك تمشي عند كاهن ولكاهنة وتشدي تعطيها مال أو تسفطي لها مال وتتحك عليك هذا الشيء بالقرآن والبلحة والماء شيء عظيم وفي نفس الوقت الطاقة الإيجابية ديالك كل واحد عنده طاقة نورانية كل واحد عنده طاقة اللي تيخدم بها هو يقدر هو يكون عنده طاقة نورانية ما عارف ش راسه إذن إحنا خاصنا ديما نكون عندنا يقين في الله إذن من المراء المغرب مع العشاء غادي نحط هاد المقلع فوق النار ونقول يا ربي بغيت نبطل ولادي هاد السحر المعمول ولادي أو العين أو الحسد أو الحقد أو تابعة أو أي حاجة أو الاحتمال إسلام وغادي نقول ملي هاد السحر هي هاد الملحة sino من احام الملحة تحمال هذه الملحة غادي نقول الله أكبر الله أكبر ونحطها هاد الماء هنا Jjre نخوي هاد الماء عملا هنا إذا كان بنتك تقفها كان والدك ثم تحكمله ولو تكونوا توقفوا جماعة وتقفوها تقفوا هاد الملحة هاد هاد تحطوا هاد الملحة وعندما كانت اطفائها بوحدك الام اطفائها تحت منها هي تتهزع لولادك كاملين وفي نوصل الوقت هاد غادي تشمي الى شميتي رائحة شميتي رائحة كاريهة عارفي انه كين سحر الى شميتي رائحة كاريه عارفي ان السحر موجود وخاصك تعودها وشوفي الصور الى تمسحو ما تمسحوش ولو ما حروقين غادي ان شاء الله نخليهم تنعودون مرة اخرى في الملحة اذا هاد الماء اللي قريتي عليه تقدري تعطيهم يشربوا منه وتقدري اطفائ يشربوا منه ديري قنينة فيها اطروت الماء تعطيهم يشربوا فاتحة سبعة المرات وآية الكرسي سبعة المرات وغادي ان شاء الله نطفي بها هاد الملحة اللي فيها الصور الى طلعات ريحة كاريهة طلعات ريحة بمزياناش عارفي بانك السحر كين هتبقى يديرها كل اسبوع ولو يفوت رمضان هتبقى يديرها حتى ما تبقى يشتمي هذه الرحة الكاريهة اذا الى العجباتكم الوصفة ديال اليوم خلوا ليه لايك دعموا القناة فعلوا جرس تابنوا وحنا معكم ان شاء الله اللي بغيتوها ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة ان شاء الله اشتركوا في القناة